مشكلة جديدة النهاردة الحياة اسمعنا بيها بعد انهيار عقار كائن بأربعة شارع القدس متفرع من شارع ابراهيم الشريف بمنطقة مصطفى كامل بسيد جابر في اسكندرين الحياة مشاكل العمارات اللي بتسقط كتيرا أرواح بتزهق مشاكل متعددة يا ترى المباني دي ليه لما النهاردة يسقط عقار مكوّن من سبعة دوار طيب صدر له قرار بإزالة دورين الدور السادت والدور السابع كمان صدر له قرار بترميم باقي الأدوار ده زي ما قال السيد محافظة اسكندرية الدكتور محمد سلطان طيب صدر قرار الإزالة تم إخلاء المبنى مع عدى أسرتين رفضوا الخروج من المنزل برغم عدم صراحيته للساكل قوات الدفاع المدني ومعاها قوات من الجيش قاموا اليوم بعد سقوط هذا المنزل بانتشال تلك جسس وجاري البحث عن ضحايا آخرين وكمان تم تكليف فريق من أسادة هندسة لمعرفة أسباب انهيار هذا العقار أنا متذكر كلمات للرجل المحترم الوزير عادل لبيب لما كان محافظة اسكندرية وكان بيقف ضد تعالية الأدوار الغير شرعية وكان دايما بيتكلم على ما فيش دور يتبني إلا بموافقة الإدارة الهندسية والجهات المعنية كان بيتم اللعب كتير حقيقة والمحليات لعب الدور وحصل مشاكل كبيرة جدا أنا فاكر يومها قامت حملة شرسة في مواجهة اللي هو عادل لبيب واتهم بأنه بيقف ضد الناس وبيعطل المشاكل بيعطل المؤولين عن الشغل وما بيحلش المشكلة النهاردة بيتأكد كلام عادل لبيب كل يوم بيتأكد كلام عادل لبيب بأنه فعلا فيه أدوار كان لازم تزال من الفترة الماضية طبعا ده يخلينا نتكلم عن دور المحليات النهاردة إمتى يتسائل المواطن المصري إمتى هتتم انتخابات المحليات يمكن اتقال اليوم اللي فاتوا إنه هتتم الانتخابات دي اللي بتتم من 10 سنين فاتوا دي أول انتخابات هتتم احتمال تتم في إما النصف الأول من العام المقبل اللي هو 2019 أو قد تتم قبلها بفترة لكن احنا محتاجين الحقيقة المحليات تعود وبسرعة انتخابات تتم وبسرعة لأن المحليات هتلعب دور مهم جدا مش على هذا الصعيد لا صعيد كثير من القضايا التي تخص المحليات والحقيقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أخونا المهندس أحمد سيجين حقيقة لعبة دور مهم جدا في إصدار قانون يستحق إن احنا نرفع له القبعة وننتظر تفعيل هذا القانون